لجأ عشرات الألف من الأشخاص لمراكز الإيواء الطريق في الفلبين بسبب الإعصار الذي ضرب البلاد وجاء ليعاقد أكثر عملية مكافحة فيروس كورونا المستجد وتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة ودمر منازل ومدارس ومواقع للحجر الصحي عندما ضرب جزيرة سمر وسط البلاد ولم تبلغ سلطات عن أي وفية حتى الآن وتعد الأعاصر جزءا خطيرا من الحياة في الأرخبير الفلبيني الذي يضربه ما يقارب عشر عاصفة وإعصارا كل عام وكان هايانا أعنف آسار شهدته البلاد وخلف أكثر من 7300 قتيل أو مفقود في عام 2013